السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي مرة أخرى لدرس جديد من دروس الرياضيات الدرس رقم 22 حل مسألة وتمثيلها إذن أهدف تعلمي من هذا الدرس أحل مسألة وأمثلها وأشرح الحلول التي تم اختيارها شفاهيا جيد الآن نقرأ المسألة الأولى لنفهم ونطبق قالت ملاك عندي ما يكفي من نقود لشراء علبتي الصباغة والأقلام السؤال ما هو المبلغ الذي كان عند ملاك أحيط المبلغ أو المبالغ الممكنة بعد إنجاز العملية اللازمة إذن نعيد قراءة المسألة قالت ملاك عندي ما يكفي من نقود لشراء علبتي الصباغة والأقلام نعم إذن ملاك عندها نقود كافية لتشتري علبة الصباغة وعلبة الأقلام كم 8 علبة الصباغة نعم 8 علبة الصباغة هو 23 درهما كم 8 علبة الأقلام 8 علبة الأقلام هو 36 درهما ملاك تملك ما يكفي من النقود لشراء العلبتين معا إذن ما هي العملية التي سنقوم بها لنعرف كم من النقود تحتاج ملاك لشراء علبة الصباغة والأقلام بالطبع هي عملية الجمع سنقوم بجمع 23 درهما زائد 36 درهما إذن لنقوم بعملية الجمع نعم إذن نكتب الوحدات أسفل الوحدات وهنا ممتلة باللون الأخضر ونكتب العشرات أسفل العشرات وهنا ممتلة باللون الأحمر 3 زائد 6 تساوي 9 ثم 2 زائد 3 تساوي 5 أو يمكن أن نقول 20 زائد 30 تساوي 50 8 المشتريات إذن هو 59 درهما 8 علبة الصباغة وعلبة الأقلام هو 59 درهما وبما أن ملاك استطاعت أن تشتري العلبتين معا فكم تملك ملاك من النقود ما هو المبلغ الذي تمتلكه ملاك هل تمتلك 59 درهما؟ هل تمتلك أقل من 59 درهما؟ هل تمتلك أكثر من 59 درهما؟ إذن بالطبع أول مبلغ يمكن أن تمتلكه ملاك هو 59 درهما؟ إذن لأنها استطاعت أن تشتري العلبتين معا ويمكن لها أن تمتلك أكثر من 59 درهما؟ يمكن لها كذلك أن تكون عندها أكثر من 59 بمعنى أن تكون عندها 60 أو 61 أو 70 أو 80 درهما؟ إذن جيد إذن هذا المسألة عندها حلان عندها نقول عندها حلاني إما 59 درهما أو أكثر من 59 درهما؟ لماذا؟ لأن ملاك استطاعت أن تشتري العلبتين معا نعم نمر الآن إلى التمرين الموالي نعم الآن التمرين الثاني من دفع أكثر لصاحب المتجر؟ أكمل البطاقات ثم أضع علامة في الخانة المناسبة إذن تلاحظون الآن لدينا ولد يدفع عربة المشتريات وبها مشتره من مواد غدائية وهناك بطاقة كتبت عليها أتمنة المواد التي اشترها إذن هذه البطاقة اشترى الحليب بـ 30 درهما واشترى الطماطم بـ 59 درهما إذن ما هو مجموع ما اشتراه؟ كيف سنحسبه؟ بالطبع سنحسبه باستعمال عملية الجمع 30 زائد 59 يساوي 89 إذن هذا الولد دفع لصاحب المتجر 89 درهما ثم نكتبها هنا في المجموع لأن ننتقل عند البنت ها هي المشتريات التي اشترتها البنت حليب بـ 30 درهما وطماطم بـ 49 درهما لنقم الآن بحساب مجموع المشتريات سنقم بعملية الجمع 30 زائد 49 يساوي 79 إذن مجموع ما أنفقته البنت أو مجموع ما أعطته البنت لصاحب المتجر هو 79 درهما الآن من الذي أعطى أكبر مبلغ نقدي لصاحب المتجر؟ الولد أم البنت؟ ما هو العدد الأكبر؟ 89 أم 79؟ إذن بالطبع هو 89 وبذلك نضع علامة أمام عربة المشتريات الخاصة بالولد جيد الآن نمر إلى التمرين الآخر التمرين رقم 2 نقرأ هل يكفي ما لدى علي من نقود لشراء أحد هذه الأطواق؟ إذن الأطواق هذه الأطواق هناك ثلاث أطواق تلاحظنا في الصورة طوق أصفر وطوق أخضر وطوق أحمر إذن هذه الأطواق تعرفونها نستعملها في البحر عندما نسبح في البحر إذن تساعدون على البقاء فوق المياه البحر نبقى طافين نقول نبقى طافين فوق مياه البحر نعم هل أطواق كل واحد وتمنه؟ الطوق الأصفر تمنه تسعة وثلاثون درهما والطوق الأخضر تمنه أربعون درهما والطوق الأحمر تمنه سبعة وثلاثون درهما وفي الأسفل تلاحظون مبلغا نقديا المبلغ النقدي الذي يملكه علي الآن يجب علينا أن نحسب المبلغ النقدي الذي يملكه علي لنبدأ إذن علي يملك تسعة وثلاثون درهما نعم هذه العملية الأفقية عشر زائد عشر زائد عشر زائد خمسة زائد واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد تساوي تسعة وثلاثون يملك علي تسعة وثلاثون درهما إذن ما هو الطوق الذي يستطيع علي أن يشتريه؟ إذن بالطبع سيشتري أولا الطوق الذي تمنه 39 درهما لأنه عنده 39 درهما يملك 39 درهما الآن سنحيط الطوق الذي تمنه 39 درهما إذن يستطيع علي أن يشتري الطوق الأصفر هل يستطيع أن يشتري طوقا آخر؟ بالطبع 39 أكبر من 37 إذن علي يستطيع أن يشتري الطوق الأحمر الذي تمنه 37 ثم أخيرا 39 أصغر من 40 إذن علي لا يستطيع أن يشتري الطوق الأخضر علي لا يملك المبلغ النقدي الكافي لشراء الطوق الأخضر إذن وبذلك نقوم بإحاطة نعم بدائرة إذن ويكون نكون قد انتهينا من هذا التمرين ونمر إلى التمرين الآخر